اليوم شايفين ما شاء الله حولك يعني غير هيدا المسلسل عندك عملين اليوم معتصب النهار كيف رح يقدر ينسق بهذه الأمور والعالم مضيع بالشخصيات صحيح هلأ متل ما الكل بيعرف انه انا عم اشتغل حاليا بعملين بيخصوا شركة الصباح اللي هن ما فيه ومن الاخر هدول العملين هن من إنتاج شركة الصباح العمل اللي هو أسود فاتح كمان مسؤولي عنه شركة الصباح فالشركة لما بتكون محترفة انت بتكوني مطمنة اولا انهم هن رح يقدروا هيقولك الوقت ورح يقدروا يرتبوا امور المواعيد اولا انا عم بحكي لك عن المواعيد انا هذا اكتر شي بيقلقني اللي هي المواعيد انه تكون ضابطة ومرتبة صح لحتى انا اقدر اني اشتغل فالشركة مبدئيا لو هي معرفانة انه قدراني تنظم الامور ما كانت طلبت مني انه انا كن موجود بهذا العمل لما بتتنظم الامور والمواعيد بالنسبة لي انا بيصير علي الموضوع هيين شوي بقدر انه انا بقدر انه انا نوعا ما نوعا ما صير او جوات هذا العمل بالشي اللي انا بيرضيني وبالشي اللي انا بحبه اسود فاتح عندي شخصية ولكن ليست كتير كبيرة يعني هو ضيف للحلقة تقريبا 16 بيكون بطل للحلقة 16 فقط بينما من الاخر هو بطولتي وبطولة ريتا حايق وسينتيا سامويل ما في انا بمراحله الاخيرة فحاليا يعني انا في خطورة ولكن الحمد لله يعني ممكن ما تكون الخطورة لا تتجاوز اول 10 او 15 يوم تصوير او هدول 10 او 15 يوم اللي جايين بعدين رح يكون في عندي تفرغ لعملي من الاخر اللي برمضان معطسم شفنا انتشر اخبار وقتايله عن اسود فاتح مشاركتك انا معطسم ما تردد يقبل حتى يصالح هيفا وهبة يمكن لانه زعلت لانه ما قبل باشباح اوروبا شو صحت هدا الامر؟ هلا ما بيعتقد انه هذا الحكي دقيق وصحيح لانه انا لما يعني بعثلي النص او لما انطلب مني اول شي انطلب مني تانيا انا طلبت يجيني النص اقرأ الورق لاتأكد لما شفت انه كل الامور جيدة ما ترددت ما ترددت فعلا لانه واحد من الاسباب واحد من الاسباب انه انا حابب يعني حابب اتعاون مع هيفا لحتى ما يصير في لغط او لحتى ما يصير في سوء تفاهم السبب التاني هو انه العمل هو دراما مصرية وهذا الشي اكيد بيشرفني وبيسعدني السبب التالت انه العمل كان بلبنان ومع نفس الشركة فكل هاي الامور شجعتني اني كن موجود هاي للحقيقة كل هاي الامور شجعتني انه انا كون ضمن كادر او ضمن فريق عمل اسود فاتح شفنا انه في كتير كمان اقالوا انه رح نرجع نشوف معتسم النهار بعد عشر سنين بمصر والكلمة تشوق لهذا الامر ومعقولة تكون ينفتح له ابويب بطولة مطلقة بمصر ان شاء الله يا رب اكيد العمل بمصر هو يعني هو فرصة جميلة لأي ممثل ان كان سوري او لبناني او خليجي او حتى مصري كل العالم بتعرف شو قدمت الدراما المصرية وكل العالم بتعرف ما هو مفهوم الدراما المصرية وهذا الشي بيسعدني وبيشرفني فا يعني ما بقول لا اكيد محبينا كمنتظرين نموعتسم الفنان البغانيراب وانت وعدتن انه رح يكون في عمل قريبا وينصر اكيد اكيد بس للأسف حاليا بعد هي العجلة اللي صارت معي انا كنت متوقع من نفسي انه انا اقدر اعمل شي بخصوص هذا الموضوع خلال اخر السنة ولكن من اخر السنة رجعت فتت بما فيت وهلأ مثل ما الكل بيعرف شو الوضع فحاليا الموضوع مؤجل تخيل حالك في اتنين عم تغني عم المصرح؟ انا بحب الغناء وبحب المواضيع اللي بتنطرح عن طريق الغناء يعني بيعجبني هذا النوع من الفن فمت باعتقد انا ممكن اعمل شي بالمستقبل بخصوص هذا الموضوع بس ما بعرف كيف شكله رح يكون ودا كنا عم نتابعك بالمقابل الاعلامية مع مصطفى اغا مع الاعلامي الكبير مصطفى اغا اتفجأنا بس معنا انه انت قلت عن حالك مزاجة ومنك اجتماعي خبرنا انه العالم انصدمت يعني لا يعني تقول النجومية بتخليك انه ما بتحب كتير تظهروا هيك؟ اي ممكن هي كانت سبب من الاسباب يعني شوي الشهرة احيانا بتحقق شغلات كتير ايجابية بس كمان في امور سلبية احيانا متعبة واحيانا فعلا تسبب الارهاق فحتى الواحد يقدر يرجع يشحن حاله من الاول وجود بحاجة لوحده بحاجة لحتى يوعد مع حاله وانا يمكن يعني يمكن هذا الشي اللي بتناسب معي صرنا نحس انه الدقن عندك جزء اللي يتجزق من شخصيتك معقولة تخلى عنه؟ اه هلا هو انا للأسف انه انا صر لي سنتين تقريبا بهذا اللوك يعني بهذا مو قصة اجمل انا بتمنى انه بكرة احلقه او بكرة احلق شعري مثلا بس انا الحمد لله من السنة الماضية من بعد خمسة ونص اه متواصل معي الموضوع لما فيته لهلأ لرمضان 2020 فما كان عندي الوقت فعلا لحتى انا اني غير لك اه حاولت بما فيه قبل ما فيه اني غير اللوك ما قدرت لانه نوعا ما ضليتني عمشوف الشخصية بهذا الشكل يعني ما حسيت انه الشخصية بيلبقلة المسلا بدون دقن او الشعر القصير او كزا ضليتني عمشوف الشخصية بتشبه هذا الشكل اه ورجعت صار معي نفس اللي صار معي بالسنة الثانية فتت برمضان بنفس الشكل فهذا الشي اللي زعجني بس ان شاء الله هلأ بس لخلص تصوير اول شي رح اعمله هو رح حلو شعري